أنظم إلينا من عدن المحل السياسي اليمني فؤاد مسعد أهلا بك أستاذ فؤاد أبدأ معك أستاذ فؤاد يعني بعد فشل المشاورات كيف سينعكس ذلك على ما يجري في الميدانة الآن مرحبا أهلا بك الحقيقة أن هذه التطورات التي ارتبطت بالتحول الذي شهدته المنفاوضات وهو إعلان المبعوث العمومي لتعليق هذه المشاورات أو فشلها بشكل أو بآخر هذه التطورات تأتي للتأكيد على أن الحل العسكري والحسم العسكري في الميدان هو ما يجب أن يتم هذه الميليشيات لا يمكن أن تحترم أي عهد أو ميثاق أو أي اتفاق سبق لها واخترقت جميع الاتفاقات التي أبرمت لم تلتزم بأي منها وبالتالي يجب على الساسة ويجب على القوى التي تريد أن تبقي على الحوثيين وتبقي على أتباع الرئيس المخلوع كطرف فاعل في العملية السياسية عليها أن تصغي جيدا إلى ما يقوله اليمنيون سواء ما يتعلق بالانتصارات التي تحققها المقاومة أو ما يتعلق بالانتهاكات المتواصرة التي لا تزال هذه الميليشيات ترتكبها سواء في تعز أو في غير تعز هذه الممارسات الإجرامية التي لا يمكن أن يقدم عليها من لديه ذرة من ضمير أو ذرة من أخلاق فما بالك بمن يريد أن يكون طرفا في العملية السياسية وهو لا يزال يحارب ويشن حرب عبثية وحرب هامجية على جميع اليمنيين وفي جميع المحافظات وبالتالي فإن هذه التطورات هي اللغة المقبولة وهي اللغة المعقولة التي لا يعرف الحوثيون غيرها هناك تقرير صادر عن إتلاف لغاثة الإنسانية بمحافظة تعز تحدثت أن محافظة تعز أيضا تعيش أوضاعا إنسانية بالغة السوء منذ بدل الحرب عليها وانتهاء بالحصار الخانق على مداخلها وأكد التقرير أيضا أن خدمات المياه والكهرباء والنظافة لا تزال منقطع عن مدينة سؤالي هنا أستاذ فوهد أين المنظمات الإنسانية التي تتكلم عن حقوق الإنسان؟ عن تعز الأوضاع خصوصا سواء في اليمن بشكل عام وفي تعز بشكل خاص تفضح وتعري وتكشف زيف هذه المنظمات التي وقفت عاجزة وذليلة وخائفة عن كشف ما يدور للرأي العام منظمة دولية عريقة لم تكشف عن أن الحوثيين صادروا جميع المساعدات التي قدمتها وهي أكثر من 130 شاحنة مساعدات ولكنها لم تجرع على القول أن هذه الميليشيات صادرتها قبل حوالي شهرين أو ثلاثة أشهر منظمة أخرى تتحدث عن عشرات الاختطافات أو عشرات الاعتقالات وهي تدرك أن في سجون الميليشيات أكثر من 10 ألف سجين ومعتقل ومختطف بالتالي حادث المنظمات التي لا ندري من أين تستقي معلوماتها أو لعلها تستقي المعلومات بشكل طبيعي لكنها لا تجرع على كشفها للرأي العام هذه الأوضاع التي تعيشها محافظة تعز تكشف كيف هذه المنظمات عاجزة حتى على أن تكشف موقفها هي لا تجرع حتى أن تقول من الذي يحصل أثرت نقطة هنا أستاذ فهد مهمة أثرت نقطة مهمة أستاذ فهد أنت تحدث أنها خائفة ولم تجرع عن إعطاء المعلومات الحقيقية لماذا برأيك خائفة ولماذا لم تجرع عن إعطاء المعلومات الحقيقية سواء في تعز أو في المناطق الأخرى في اليمن وهي تعاني بالتأكيد أن لديها حسابات ربما مرتبطة بمواقف ممولي والقائمين على هذه المنظمات وأيضا الهدف الواضح وهو ابتزاز الحكومة الشرعية وابتزاز التحالف العربي لممارسة مزيد من الضغوط نحن نعرف كيف ارتفعت أصواتهم عندما سيطرت المقاومة على قرية أو على مدينة في تعز أو في غيرها كيف ترتفع هذه الأصوات وتتحدث عن الانتهاكات حتى وإن كان الحدث عبارة عن أن المواطنين استعادوا قريتهم أو استعادوا مدينتهم لكن عندما تقوم هذه الميليشيات بارتكاب مجزرهم روعة أو ارتكاب جريمة فإن هذه المنظمات لا يمكن أن تتحدث قبل يومين قتل الحوثيون اختطف أربعة من مشايخ محافظة البيضاء وأعدموهم وقاموا برمي جثثهم في أحد الأودية هل تحدثت أي منظمة سواء كانت من المنظمات التي كثيراً ما انتقدت الحكومة أو انتقدت التحالف العربي أو غيرها من المنظمات لم يحدث أنها انتقدت هذه السلوكيات بينما هي في المقابل نعم هي تكيل بمكيالين طيب أستاذ فؤاد تمكنت القوات الشرعية من السيطرة على عدد كبير من المواقع والجبال والقرى في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء بعد هذه السيطرة على المواقع والتقدم القوات الشرعية كيف ترى العمليات العسكرية باتجاه العاصمة صنعاء الآن؟ هذه الجبهة هي من أهم الجبهات على مسؤول جميع المحافظات اليمنية لأنها بسيطرتها على هذه المواقع خلال 24 ساعة الماضية وهي تقترب من مركز بني حشيش هذا مركز بني حشيش يعتبر الخزان البشري الذي ظل يمد الميليشيات الحوثي طوال أكثر من سنة اقتراب المقاومة من هذا الخزان البشري سيحرم الميليشيات من أي إمداد تأتي من هذه المنطقة خصوصا أنها عرفت بأنها ظلت طوال الفترة الماضية تدعم الميليشيات سواء بالسلاح أو بالمقاتلين وهم مقاتلين عنصريين ولم يتحلوا بأي قدر من التعليم بالتالي اقتراب المقاومة من هذه الجبهات خصوصا أنها بالتقدم أكثر ستسيطر على المحور الشرقي بالكامل والمحور الشمالي وبالتالي ستحقق تقدم في أكثر من محور وستسهل تقدم المقاومة من بقية المحاور نعم ما كان معنا من عدن المحلي السياسي اليمني فؤاد مسعد شكرا جزيلا أستاذ فؤاد